بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين فرغنا في البحوث السابقة من تحرير مفهومي العقد والعهد على مبنى المحقق الأصفهاني ومفهوم الوفاء وانتهى الأصفهاني رحمه الله إلى القول بدلالة أوفو بالعقود على وجوب إتمام العقد بما يتضمن من عهود وعدم تجاوزه هذه الخلاصة ما انتهى إليه المحقق الأصفهاني ومضى تفصيله وهذا التعبير الذي ذكرته هو في الحقيقة تحرير لدقائق الملاحظات التي خرج بها عند مناقشته أو عند تحريره لرأيه المختار في المقام قبل أن يناقش ما أفاده الشيخ الأصفهاني بقي الحديث عن جزئية بتحرير الرأي المختار للمحقق الأصفهاني أيضا هذه الجزئية هي بلحاظ ما أفاده الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري قال بأن أوفو بالعقود تفيد حكما تكليفيا والحكم الوضعي متولد عن الحكم التكليفي أي يستدلوا بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي طيب وشرحنا ذلك مفصلا هنا المحقق الأصفهاني ماذا قال بعد أن حرر المفاهيم الثلاثة وانتهى إلى النتيجة المذكورة قال بناء على ذلك وجوب الوفاء هنا أو الأمر بالوفاء هنا هل هو مولوي أو إرشادي وإذا كان إرشاديا هل هو إرشاد إلى الصحة أو الدزوم أو هما معا انتهى إلى القول وسأشرح كلمته هنا انتهى إلى القول بأن الأمر هنا هو أمر مولوي أي تكليفي فقط وليس وضعيا فإذا لم يكن وضعيا فبالتالي لا يفيد لا الصحة ولا اللزوم ولا يفيد عدم صحة الفسخ لا يجوز ولو فسخ يأثم ولكن يصح الفسخ والنقم هذا مفاد القول بأنه بأن الأمر هنا مولوي لا إرشادي أي تكليفي في الحقيقة لا وضع معنى ذلك أنه انتهى إلى القول بأن الأمر هنا تكليفي بأن نعم بأن الحكم هنا تكليفي فقط لا وضعي وبالتالي لن يقول باللزوم شيخ الأنصاري قال تكليفي ويستدل بالتكليفي على الوضع المحقق الأصفهاني لا يقول بأن الأحكام الوضعية تتولد من الأحكام التكليفية وذكرت عند تحرير مبنى الشيخ الأنصاري في هالموضوع ذكرت الآراء وتفصيلاتها هو لا يقول بما يقول به الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول تكليفي ولكن التكليفي يولد الوضعي فيستدل بالتكليفي على الوضعي المحقق الأصفهاني يقول تكليفي ويقف هنا والتكليفي لا يولد الوضعي ومبنى هاته فمعناها إلى الآن وسأشرح طبعا حيثيات هذا المبنى أو هذه المناقشة إلى الآن المحقق الأصفهاني يقول بأن أوفوه بالعقود هذا المقطع القرآني يفيده وجوب الوفاء ووجوب الوفاء يعني وجوب إتمام الشيء وعدم التجاوز عنه يعني إتمام العقد بما يتضمن من عهود هكذا عبارة المحقق الأصفهاني بما يتضمن من عهود لأنه لا يقول أن العقد هو العهد والعهد هو العقد كما يقول الشيخ الأنصار وإنما العقد بما يتضمن من عهود طيب وجوب إتمامه وعدم التجاوز عنه لكن هذا الوجوب هذا الأمر هنا ليس مولويا عفوا إنما هو مولوي وليس أرشاديا وبالتالي هو تكليفي لا هو بي معناها انتهى إلى القول هنا بأن الآية لا تفيد لا يستفاد منها أن القاعدة المستفادة من هذه الآية يعني من العموم هنا اللجوم لا يقول بذلك يعني لا يقول بما قاله الشيخ الأنصاري سيكمل وعد أنه سيكمل من خلال مناقشة رأي الشيخ الأنصاري ومناقشة رأيين للميرزا محمد تقي الشيرازي صحر ثورة الآشرين سنرى بعد مناقشة هذه الآراء الثلاثة بماذا يخدم لكن إلى هنا هذا هو رأيه المختار أما كيف قال بأنه مولوي أي تكليفي وليس إرشاديا وبالتالي يفيد الوجوب وحرمة الفسخ ولكن لا يفيد عدم صحة الفسخ وإن كان حراما يعني كان الفسخ حراما بل يقع الفسخ إلى هنا وسنرى فيما يأتي طيب لماذا قال بذلك لاحظوا هكذا وفصل الموضوع شيخ المحق الأصباح يقول بأن الأمر هنا أوفو بالعقود سؤاله كان هكذا هل هو مولوي أو إرشادي وإذا كان إرشاديا هل هو إرشاد إلى الصحة فقط يعني يقول لنا بأن البيع أو أوفو بالعقود يقول لنا بأن العق البيع هنا اللي هو عقل من العقود صحيح أو أنه لا يقول أنه لازم أو أنه يقول صحيح بداية قال لا يمكن لحظوا هنا سأقرأ لكم بعض العبارات السريعة من كلماته قال لا يمكن القول بأن أوفو بالعقود يفيد يعني يعني بأن أوفو بالعقود إرشاد إلى الصحة ما يمكن نقول بذلك ممكن نقول بذلك ليش قال لاحظوا لأن الأمر بالشيء أو النهي عنهم يكون لاحظوا يكون بلحاظ ما يستفاد من متعلقه يعني شنو؟ يعني بلحاظ الأثر المترتب عليه للأثر المترتب على غيره أو من غيره نحظوا الأمر بالشيء عادة يكون بلحاظ الفائدة له هنا يعبر عنها هنا أيضا بالأثر بعدين المترتبة على ذلك الأمر على خصوص ذلك الأمر للفائدة المترتبة للأثر المترتب على شيء آخر فإذا قال مثلا إذا كان الأمر بالبيع أو النهي عن البيع يكون الأمر بالبيع طيب إنما هو بلحاظ الأثر المترتب على البيع أو الأثر المترتب على عدم صحة البيع هكذا خصوص البيع لا شيء آخر لحظه لحظه فهنا لما يقول أوفو أوفو تكون بلحاظ الأثر المترتب على الوفاء للأثر المترتب على البيع لحظه فهنا ما هو الأثر المترتب على الوفاء نقول مثلا واحد اثنين ثلاثة وليس الأثر المترتب على البيع وجودا وعدما فأوفو لا يكون بلحاظ أن البيع صحيح أو غير صحيح وإنما أوفو بلحاظ الأثر المترتب على الوفاء نفسه الصحة أو عدم الصحة راجعة لماذا راجعة للبيع لا راجعة للوفاء الصحة أو عدم الصحة ليست راجعة للوفاء وإنما راجعة للبيع أنه صحيح أو غير صحيح وليست راجعة للوفاء أنه صحيح أو غير صحيح أن الوفاء صحيح او غير صحيح. البيع صحيح او غير صحيح نقول. فلو كان الامر متعلق بالبيع. سنقول ان ان الامر بالبيع هنا يكون بلحاظ المنافع والفوائد والاثار المترتبة على الامر به بالبيع. انا اذن يمكن ان نقول انه يكون بلحاظ الصحة او عدمها. اما اذا كان الامر اما اذا كان الامر بالوفاء لا بالبيع. احنا بروح نشوف الاثار المترتبة على الوفاء. وليس الاثار المترتبة على البيع الذي تعلق به الوفاء. الاثار المترتبة على الوفاء نفسه. لهذا اوفو لا علاقة له بان البيع صحيح او غير صحيح. طيب. وستأتي هنا ملاحظة. لان اثر اوفو ليس في صحة البيع وعدم صحته. اثر اوفو في شيء اخر. انه يجب الوفاء او انه يكون لازم. او انه يدل على اللزوم. لا علاقة له بيء. هذا طبعا مبنى الشيخ المبنى الانص. المحق الاصفهاني يمكن ان يناقش. لكن هذا مبنى ننظر الى الاثر المتعلق بذلك الامر او ذلك النهي. ولهذا قال ان الامر بالوفاء هنا لا يمكن ان يكون ارشادا الى الصحة. لان الامر بالوفاء انما يكون متعلق بالفوائد او المنافع او الاثار المترتبة على الوفاء نفسه. الوفاء ما هي اثاره. لو كان الامر بالبيع لقلنا البيع ما هي اثاره. اما هنا اذا كان الامر بالوفاء. نقول الوفاء ما هي اثاره. البيع ما هي اثاره. نقول الامر بالبيع. البيع ما هي اثاره. نقول انه مثلا صحيح او غير صحيح او ما الى ذلك. فمعناها ان الصحة وعدم الصحة امراني خارجاني تخصصا عن الامر بالوفاء. لانهما ليس من اثاره. ليس من اثار الامر بالوفاء. وانما من اثار شيء اخر. فهم خارجاني تخصصا عنه اصلا. ولهذا لا يمكن ان يكون الامر بالوفاء ارشادا الى الصحة. ما يمكن ان يكون. فاذا اه يتركز الامر في ماذا? اما ان يكون اذا الامر مولوي او ان يكون ارشادا الى اللزوم. يعني يتوقف الامر عند هذين الامرين. طيب اما ان يكون كذلك او كذلك. اخرجنا قضية الصحة. انه ارشاد الى الصحة. بقي اما ان يكون مولوي او ان يكون ارشاد الى اللزوم. هكذا زه. ثم قال ماذا? قال اصلا ما يناسب ان يكون الامر المولوي. زين? يعني البعث. والزجر. الحقيقيان. انما يصدران من المولى بما هو مولى. لا بما هو ناصح ومرشد. لاحظين? اذا قلنا ارشاد. معنى انه ان ان البعث والزجر صدر من مرشد. من ناصح. لكن هذا ما يناسب البعث والزجر. ولا هذا البعث والزجر. يناسب ماذا? يناسب الحكم المولوي للحكم الارشادي. طيب. شوفوا العبارة. يقول. وعليه فيتمحض الامر في المولوية. يا ولارشاد الى اللزوم فقط. لا الارشاد الى الصحة. الا ان الارشاد خلاف الظاهر من الامر والنهي. الظاهر انه مولوي وليس يا رشاد ليش قال لظهورهما الامر الامر والنهي هنا ونحن في الامر هنا له اوفو لان لظهورهما في البعث الحقيقي والزجر الحقيقي البعث الحقيقي في الامر الزجر الحقيقي في النهي احنا كلامنا الان في الامر ظهورهما في ماذا لظهورهما في البعث الحقيقي والزجر الحقيقي الذين هما شأن المولى والسيد دون الناصح والمرشد ولهذا بالعنوان الاولي البعث الحقيقي يناسب ماذا المولوية للارشاد لكن المولوية ما تفيد الحكم التكليفي ولا تفيد الحكم الارشادي الوضع يعني المولوية تفيد الحكم التكليفي لا تفيد الحكم الوضعي لاحظوا يقول اما المولوية فلا يجب الا اللزوم التكليفي دون الوضعي ليش لاحظوا ليش لاحظوا انه هنا نكتة اختم بها البحث لماذا المولوي قال هنا انتهينا الى انه ما يمكن ان يكون ارشاد الى الصحة فيتوقف يتمحض الامر في المولوية او الارشاد الى اللزوم وما يمكن ان يكون ارشادا الى اللزوم لان الامر لان البعث الحقيقي يناسب شؤون الموالي والسادة لا شؤون المرشدين والناصحين فاذا هو مولوي لكن اذا قلنا مولوي معناه انه حكم تكليفي لا وضعي ليش لاحظوا المولوي انما يوجه الى المكلف في المسائل المقدور عليها لاحظوا فاذا لم يكن مقدورا عليها ما يتوجه لي حكم تكليفي ايه تكليفي نعم يعني يقول له افعل او يقول انه يقال له لا تفعل عندما يقال له افعل معناه انه قادر ان يفعل وقادر ان لا يفعل لهذا يقال له فعل اما لو كان غير قادر على ان لا يفعل لا يقال له فعل لانه غير قادر على ان لا يفعل لانه قادر على ان لا يفعل يعني لاحظوا انما يقول له افعل لو كان غير قادرا غير قادرا على ان لا يفعل لا يقال له فعل انما يقال له فعل لانه قادر على ان يفعل وقادر على ان لا يفعل لهذا يتوجه الأمر المولوي له التكليف هنا إلى الإنسان في الأمور القادر عليها لو كان أوفه بالعقود يفيد اللزوم وبالتالي يفيد عدم صحة الفسخ معناه أن الإنسان غير قادر على الفسخ فكيف يتوجه له حكم تكليفي احنا قلنا هنا بأن الحكم تكليفي بأن الأمر مولوي وبالتالي الحكم تكليفي لأنه لا يمكن أن يكون إرشادا فلو كان لو قلنا بأنه لا يمكن أن لا يصح الفسخ أصلا يعني معناه أنه غير قادر على الفسخ فإذا كان غير قادر على الفسخ كيف يتوجه له أمر مولوي هو غير قادر على الفسخ أصلا إنما توجه له الأمر المولوي لأنه قادر على الفسخ طيب قادر أن يفسخ وقادر أن لا يفسخ قادر ان ينقض وقادر ان لا ينقض لانه قادر على الفسخ توجه له الحكم معناها مدام الحكم مدام الامر مولوي فمعناها ان الفسخ يقع ولكنه حرام ولهذا يتوجه له الخطاب قال له لا تفسخ في يعني في يعني لا تفسخ لانه قادر على ان يفسخ هذه ملاحظة جدا دقيقة من المحقق الاصفهاني فيقول مدام قد خلصنا الى ان الامر هنا الامر بالوفاء مولوي وليس ارشاديا لا الى الصحة ولا الى اللزوم فمقتضى الامر المولوي ان الحكم تكريفي هنا وذلك لانه يدل على امكانية الفسخ ولهذا توجه الامر المولوي وبالتالي اوفو بالعقود وان قالت بوجوب الوفاء بالعقود بما يتضمن من عهود يعني اتمام الحقود بما تتضمن من عهود وهذا متجاوز عنها زين لكن لا يدل ذلك على بطلان الفسخ وبالتالي الآية الى هنا لا تفيد اللزوم الى هنا هذا هو ملخص مبنى المحق الاصفهاني الى هنا الآية لا تفيد اللزوم وانما تفيد وجوب الوفاء وجوب الاتماء الفسخ حرام لكنه غير باطل سنأتي هذا ملخص الرأي المختار للمحق الاصفهاني سنأتي على مناقشته للآراء الأخرى رأي الشيخ الأنصاري سيناقش رأي الشيخ الأنصاري ويناقش رأيين للميرزاء محمد تقي الشيرازي رحمة الله علينا اجمعين لننتهي بعد ذلك الى تشخيص الرأي النهائي للمحقق الاصفهاني الناتين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة